هل يا أزقاي معاكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أزقاي مثل ما شفتوا بالعنوان فيديو اليوم يا أزقاي رح نفتح الـ Event Pass تبع تحديث كأس العالم تمام يا أزقاي بهذا الفيديو رح نحصل على كثير أغراض رح نحصل على الحيوان وملابس جديدة وأشياء تخبل فهذا الفيديو يكيد رح يكون يا أزقاي فيديو نار وفيديو ممتع لازم تشاهدوه من البداية للنهاية وأيضا يا أزقاي قبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك وتشاركوا بالقناة وتفعل زر جاس وأعظم تنشروا هذا الفيديو ما أزقاكم بجميع مواقع تعاصل إجتماعي وبس حسا خلونا نبلش بالفيديو سابعنا سو لاتس جو خلينا نروح الساعة لـ Event Pass أوكي طبعا يا أزقاي خلف الكواليس فتحت 8 مراحل شوفوا فتحتهم عن طريق لعب كريزيران وفريزينك فان وطبعا يا أزقاي لاحظت في هذا Event Pass زمان كنا نصرف 10 جواهر عالمود نتخطى المرحلة الوحدة هس صرنا ندفع 15 جواهرة فـ Oh My God الله يصر شكلنا رح نضيع كثير جواهر فما علينا يلا Let's go أوكي هسا رح نحصل على السيروال و 300 كوينز كالعادة يا أزقاي نربح كوينز لكن نخسر الجواهر أصلا جواهر هي كل شيء الجواهر عشقي تمام 850 كوينز 300 كوينز فرح نعيش هسا بهذا الفيديو الراحة النفسية طبعا يا أزقاي لاسنسو رح نزلكم كود Event Pass قريبا ورح يكون في عنا طبعا وكالعادة فائز واحد فشخص منكم رح يعيش هذه الراحة ورح يستمتع في فتح Event Pass طبعا متل ما يتواعارفين Event Pass بشحن فموجود اللي بالمجان واللي بشحن فمن خلال الكود رح تحصلون على اللي بشحن مجانا أوكي وصلنا على الحيوان أوه رح نجرب وياسقة بعد شوي وأيضا هسا رح نحصل على الملعب فلتس جو أوه هذا هو الحيوان شوفوا شكله غريب وكيوت بنفس الوقت على شكل كرة هسا الملعب هو يستقي شكل الملعب من هنا ما يطمن أبدا ظاهر شكله جدا صغير فإذا طلع كبير أنا رح نصدم حرفيا ثم خلونا نصرف بعد 850 Coins وبعدين 300 Coins فخلونا بعد نكمل أوه أتوقع دايلنا عشر مراحل بعد تنتظرنا هسا 300 Coins أما هسا 8 جواهر أخيرا جواهر 8 جواهر تمام وهسا 300 Coins يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يسقي نعود هذول الجواهر اللي ضيعناهم هسا الحذاء تبع الحزمة جوهرتين فحماس عالمود نجرب كل هذي الشغلات اللي حصلنا عليها 300 Coins أتوقع بالمجموعة رح نحصل على أكثر من 10,000 Coins لما نفتح الـ Event Pass كلها 850 Coins 300 Coins أوه قربنا يا أسقاي نفتح الـ Event Pass كلها وقربنا على الكأس والقبعة وقربنا على هذه الصفارة طبعا يا أسقاي رح تشوفون بعد شوي شكل هذه الصفارة فكرتها جنن جنن طبعا يا أسقاي فكرتها مثل البورغر تبعا بيكاكس دي جورني فرح تشوفون بعد شوي بس تابع الفيديو للنهاية أوكي وصلنا على الصفارة الصفارة أنا حبيتها بصراح فهي بالبداية يكون شكلها صغير وبعدين تكبر وتتحول لكورة وتصير زي البورغر تبعا الجورني والغيمة تبعا تحديث عند ميلاد لعبة بيكاكس دي الثالث فهي نفس الفكرة وفكرتها تجنن وتخبل 300 Coins لن نكمل مدري ليش ترجع الشاشة أوه هذا الشي على الصب 850 Coins وكم 300 Coins يس اتم تخيلين وصلنا على المرحلة ما قبل الأخير يلا 8 جواهر و300 كوينز وهسه اخر شي الكأس انتم تخيلين حصلنا على الكأس قبل نهاية كأس العالم حتى فرح نجرب هذا الكأس شكله يخبل فجدا حلو هذا بالنسبة للذكريات رح نذكر فيه 2022 وكأس العالم يعني بالمستقبل وهذه القبعة فهسه خلصنا كلها خلونا يعزقها سنروح ونجرب كل هذه الأغراض شوفوا جواهري كم صارت ببداية الفيديو اتوقع كان معي 9504 جواهر او 9514 فالمهم كان معي اكثر من 9500 فمعناتها خسرنا اكثر من 200 جواهر فخلونا نشوف اذا هذه الأشياء تستحق ولا لا خلونا اول شي نلبس الملابس اللي حصلنا بالإفن باس وبعد ننتقل للأثاث والحيوان خلونا ننزل اوكي هذه البلوزة موجود فيها تدرجات لون البرتقالي والأصفر فهسه السروال فخلونا ننزل ثمام هذا هو البنطالون وحسا خلونا نلبس القبعات المجانية سوينها اوكي هذه القبعة وهسا خلونا نلبس الحذاء سو خلونا ننزل فهذا هو الحذاء شوفوا هذه الملابس اللي حصلنا عليها ياسقى من الإفن باس اوكي اتجنن الملابس حلوة خلونا نشوف شكل الحيوان فننزل لآخر شي هذا هو الحيوان اتوقع اوكي هذا هو شكل الحيوان شوفوا واوي جنن اوه يطلع يا اسقى اللمعة كويس نايس حلو وخلونا هسا نروح ونجرب الأثاث رح ستعمل بهذا الفيديو هذا البيت اتوقع لانه فارغ من الداخل اوكي فهذا هو الملعب اوه مثل ما اتوقعت الملعب صغير وما ينلعب فيه ابدا هو سعره 25 جوهرة لو نريد نشتري رقم اكثر وهذا هو الكأس كأس العالم يلمع فخلونا نشوف اوكي هذا هو الملعب الصغير اللي ما ينلعب فيه ابدا اوكي هذا هو كأس العالم ذهبي وشكله يجنن ويطلع لمع فحبيت هذا الشكل وشوفوا شلون يتحرك خلونا نطلع من البيت خلونا نجرب الأشياء اللي حصلناها بالحقيبة حستلنا على الصفارة شوفوا الصفارة شلون يكون شكلها بالبداية اوكي شوفوا وبعدين تتحول لكورة وهذا الكورة شوفوا شلون تتحرك حبيت الشكل في فكرتها نايس بيككسدي أبدعه خلونا نشوف ثاني شيء اوكي حصلنا على هذه بالإذن باس هذه اللعبة خلونا نجربها اوه اطلع يا أسقي ألوان شوفوا فهذه يا أسقي يستعملوها الجماهير لما يكونوا يشاهدوا الفرق المفضلة عندهم وبس يا أسقي هذا كان هو فيديو اليوم اذا استمتتوا يا أسقي في هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس وأنا رح أقيم الأغراضي اللي حصلناها منها الـ Event Pass 10 من 10 ويتو كم رح تقيموها لا تنسوا تكتبوا لي بتعليقات وباس مع السلامة باي باي السلام